السلام عليكم تحذير عاجل للثلاثة وعشرين محافظة الارصاد تكشف حالة التقسي اليوم في مصر اثنان وسبعين ساعة قاسية حذرت الارصاد الجوية من حالة التقسي اليوم الثلاثة ولمدة اثنان وسبعين ساعة حتى مساء الخميس المقبل اذن شهد حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الاحوال الجوية وذلك على الثلاثة وعشرين محافظة على مستوى الجمهورية كما ترتفع درجات الحرارة بنحو سبع الى ثمانية درجات تبدأ اليوم المقبل وتكون ذروتها الاربعاء والخميس وتسجى القيم الحرارة المتوقعة بين خمسة وثلاثين الى سبعة وثلاثين درجة على محافظات الاسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وانطروح والسويس وبورسعيد وديمياط والاسماعيلية والمنوفية والشرقية وشمال السيناء والبحر الاحمر في حين تتروح درجات الحرارة بين أربعين وإحدى وأربعين درجة على محافظات القاهرة الجيزة القليوبية والغربية وجنوب السيناء والفيوم وبني سويف وسوهاج والمنية وأسوان وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عجل أن يكون التقص في مصر اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين إبريل إلى ألفين وأربع وعشرين شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل شمال الغربيات وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشماليات الشرقية بينما يسود تقص معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة الظواهر الجوية المتوقعة اليوم في مصر وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء لفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة لرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور رؤية الأفقيات على مناطق غرب البلاد وأوضحت الأرصاد حالة البحر المتوسط اليوم أنها تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى أثنان نقطة خمسة متر والرياح السطحية جنوبية شرقية أم حالة البحر الأحمر فبينت الهيئة أنها تكون معتدلة وارتفاع الموج من الواحدة وخمس وعشرين دقيقة صباحا متر إلى واحد نقطة خمس وسبعين متر والرياح السطحية شمالية غربيات إلى شمالية شرقية وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم